وضمن سلسلة عملياتها الوحشية المتعمدة في شرق الجزيرة التي تستهدف المدنيين بالقتل والتنكيل والترويع والنهب والسلب كرد فعل انتقامي لانضمام أحد قادتها إلى القوات المسلحة أطلقت ميليشيا الدعم السريع الرصاصة عند اقتحامها مدينة الهلالية في شرقي الجزيرة التي تقتل ثلثمائة وخمسة وسبعين مدنيا من بينهم مائتين واثناشر امرأة وفتاة وطفلة وطالت الهجمات الممنهجة قرى أخرى قتلت منهم 74 مدنيا وبلغ عدد الاقتصابات 29 حالة كما انبرت ميليشيا الدعم السريع لتسميم مياه الشرب حيث تمنع الميليشيا وصول الدواء والعقاقير وأشير إلى تسجيل صوتي واسع التداول لقائد الميليشيا الذي انشق مؤخرا وانحاز إلى الجيش ذكر فيه الآتي أن قوات الميليشيا متمردة وليس لها أي قضية سوى ممارسة النهب والسلب وتشريد المواطنين وأن قيادة الميليشيا فقرت السيطرة على عناصرها في الميدان وأن مزيدا من المقاتلين والعناصر الأجنبية يأتون من الخارج بدوافع الاقتصاب والنهب والسلب ويشنون حربا على المواطنين أنكوت وتسبب هذا في زيادة معدلات النزوحة الأخيرة بلغ عدد المدنيين الذين قتلوا جراء هجمات الميليشيا في الجزيرة وحدها أكثر من 1237 مدنيا خلال ثلاثة أسابيع في مدن تنبول والهلالية والسريحة والعقدة تنبول وود السيد وغيرها وهجرت الميليشيا مواطني 400 غرية في شرق الجزيرة مع بقاء القرى الأخرى في المنطقة تحت الحصار المتوحش إننا نطالب بوقف ترفقات السلاح إلى الميليشيا التي تزودها بها دولة الأمارات والشركاء الإقليميين وهي السبب الوحيد في استمرار النزاع ولذلك لا بد من وضع حد لذلك الترخل السافر الذي ينتهك ميثاق الأمم المتحدة والتعدي على السيادة والقانون الوطني ويتعارض مع حفظ الأمن والسلم الدوليين تصنيف الدعم السريع ميليشيا إرهابية متعالية عرقية مطلب أساسي لأنها تعتدي على المدنيين بدوافع عرقية نطالب بانسحاب ميليشيا الدعم السريع إلى مناطق تجمعات تخصص لهم تحت إشراف الأمم المتحدة وإخلائهم للمنازل التي يحتلونها لتسهيل عودة المواطنين إلى ديارهم في العاصمة المثلثة الخطوات المذكورة أعلى تتسبب في إنهاء الصراع لأن القوات المسلحة لم تبدأ الحرب وإنما هوجمت في مقراتها من قبل 120 ألف مقاتل حشدتهم الدعم السريع في 15 أبريل 23 مما استدعى أن تقوم بممارسة حق الدفاع عن النفس وواجبها الدستوري في حماية سلامة الإقليم السوداني وإنفاذا للقرار 51 لميثاق الأمم المتحدة انضمت إليها مقاتلون مدنيون وليسوا ميليشيات كما وصفتهم بعض الوفود هنا يتعاون السودان مع الأمينة العام في الجهود الدبلوماسية التي يتولها مبعوث الخاص ويتعاون مع الاتحاد الأفريقي وأخيرا استقبل مجلس السلام والأمن الأفريقي بكليته في بورسودان ويتعاون مع الإيقاد ولكن ضمن سياق تنشيط خطة حماية المدنيين الوطنية المتعددة الأغراض بمواصفات الملكية الوطنية ترجمة نانسي قنقر